موسيقى التعريف بحركة صحراويين اجل السلام اي هذا المولود اللي خلقه 22 ابريل 2020 فالسياق التاريخي والضروف اللي اداتي لظهور حركة صحراويين اجل السلام هي ضروف ذاتية وموضعية فبعد المراجعة الخمسين سنة من تقريبا هذه الاخطاقات واخطاقات جبهة البوليزياريو فعدم تكييفها مع القرن الواحد والعشرين وتيهي الانسان الصحراوي وضياع الانسان الصحراوي وشتات الانسان الصحراوي املت هذه العوامل كاملة مجتمعة على انه لا بد دال من التفكير على ان تخرج مجموعة منها للصحراء مؤمنة على انه لا بد دال منها على انها تتعلم فن البقاء على قيد الحياة في عالم متقلب بعد جائحة كورونا وخصوصا على ان هناك خرائب ترتصم ومفاهيم تتبدل نفرض على ان نبحث عن تقير او تحريك على الاقل المياه الراكدة فهذه عقدة النزاع اللي موجودة واللي يدفعها منها الانسان الصحراوي على مدار خمسين سنة عجز البوليزياريو كقيادة سياسية فتدوير او على الاقل تحريك المياه الراكدة وعجز الاطراف الدولية كذلك جعلت على ان الصحراويين يلتم يوقفوا مع وقفهم على ذات المراجعة دقيقة للوقوف على الاكرهات اللي مرت على مدار الخمسين سنة وهذه لعبة تتخليق الانتظار اللي يدفع ثمنها الانسان الصحراوي واستطاعت على انها تمرق وتمرق ببيان سياسي جد متواضع في اول جائحة كورونا اللي هو 22 هاوري 2022 هذه المبادرة وهو مبادرة حراكة صحراوي للسلام لا تتبنى العنف بل تنشد السلام كطريق واستطاعت على انها تمتلك من الشجاعة لانه لا بد للاطراف على انها تنزل من اعلى الشجرة وتجيش السلام الشجعان اجل انها مأساة عائلات شتات عائلات استثمار الام ومعاناة على مدار الخمسين سنة تعقيد المشاريع تكامل مغاربي بين ديول المغرب العربي تعقيد ياسم الاجندة والمصالح اللي بيمكان على ان يستقر فيها الانسان اللي من شعوب المغرب العربي من اجل التنمية والاقتصاد والرفاهية وقد افضل كيف ما يقول المثل الحساني نعود كيف القرضة الى ما خصرنا الشيبق وشي في الاخلاق اي حتى على الاقل لما حركنا المياه الراكدة ربما تعد مسافة الخطوة اللي هي يبدأ بها الميثان من السؤال هو من يقف وراء حركة صحراوي من الجي السلام حركة صحراوي من الجي السلام لا يقف وراءها اي احد هي نتاج الاطارات من جبهة البوليزياري وابناء المنطقة اطارات سابقين عسكريين ودبلوماسيين وابناء المنطقة وكاملين عندهم تقريبا نفس الهدف ونفس المعاناة اللي جعلتهم على نوات وحده وبوتقة وفكرة واحدة جسرهم الواحد هو الفكرة واللي متخلصين من عبدة الجغرافية او انتقام الجغرافية لحال بالانسان الصحراوي وبالتالي نحن لا نتبع لأي طرف بل طرف ثالث يبحث عن حل وتحريك المياه الراكدة في مشكلة الصحراء القربية بين الماكن والممكن اي الواقعية السياسية ونزول الاطراف من اعلى الشجرة وعدم انتظار توافق ولا توافق من اجل صناعة حل معجزة ينهي مأساة الانسان الصحراوي وقطعا على اني اؤكد لك على ان لا يقف ورانا الا انفسنا او الله تبارك سامق انفسنا الله تبارك وتعالى لا اكثر والاقل ونحن لسنا تابعين لأي طرف بل تابعين انفسنا تملى علينا قراراتنا مستقنة ان طرحنا السياسي ان بياننا السياسي ان رؤيتنا وتصورنا في الحل عجز ست مباعيث امميين جولات مفاوضات مباشرة وغير مباشرة قرارات اممية منذ 91 منذ 40 سنة كلها تقريبا على ان تحرك المياه الراهدة جئنا نحن نمتلك تقريبا على انه تصورنا الخاص بنا وطرحنا الخاص بنا لا هو طرح البوليجاري ولا هو طرح المملكة المغربية اي طرح واقعي كيان صحراوي له علاقة خاصة مع المملكة المغربية يتمتع بسلطة تنفيذية وقضائية مستقلة ويكيف مع مبدأ تقرير المصير لانه مبدأ تقرير المصير هو حمال اوجه كل طرف كان يفسروا على حساب اجنته وبالتالي نحن نوضع هذا الخيار في اطار تقرير المصير واللي تقريبا تشرف عليه وساطة دولية ونأمل على ان نعود طرف المعادلة حتى بإمكاننا على ان نسوق سيقة الحل اللي هي نظن على انها الفرصة الاخيرة في صناعة السلام في المنطقة واللي هي فرصة واقعية وتصور واقعي للطرح وطرح واقعي بإمكانه على انه المشكلة وهو وفق الحركة الحركة الان مكيف انها مرقت من مؤتمرها التأسيسي يوم 23 اكتوبر واللي كان مؤتمر ناجح بحضور تقريبا بصمة دولية تتمثل في رئيس الوزراء الاسباني السابق وقطعا على انها مرقت بقرارات مهمة ببيان سياسي مهم وببيان ختامي وببرنامج عمل متوسط مدى وبعيد مدى وبهيكلة تنظيمية بإمكانها على نهدر المرحلة الانتقالية اللي هي مدة اربع سنوات وانتخاب السكرتير الأول اللي هو الاخ الحاج أحمد وقطعا على اننا الان مكبين على تنزيل الهياكل على الارض مراسلة الاطراف بمخرجات المؤتمر ببياننا السياسي بقانوننا الداخلي بأشيائنا كاملين لاننا واضحين ونتعامل بأسر من الشفافية والتوفيق من الله في نهاية المطاف نحن حاملين سلام نشد السلام لاكثر فشل المبادرات السابقة يرجع إلى عدمية شفافية الخطابات أو عدمية تقريبا عن واقعية الطرح أما حركة صحراء ينجي السلام فتمتلك الحل اللي هو واقعي واللي هو براغماتيو اللي بإمكانه على أن يساعد الأطراف على إنتاج سيغة حل